من رحم المعاناة يولد الإبداع تنتظر جماهير الكرة اليمنية كأس آسيا 2019 التي تقام في الإمارات بشغف كبير على أمل أن تكون المشاركة في هذه البطولة مشرفة طموح كبير ومشروع يسعى خلاله المنتخب الوطني في أول مشاركة له إلى بث الفرح في قلوب اليمنيين الذين يعانون وطعة الحرب نعم نعم بداية الرحلة كانت بعد تمكن المنتخب من الفوز على باكستان في التصفيات التمهيدية قبل أن يتمكن من حصد المركز الثاني في التصفيات المؤهلة للنهائيات خلف الفلبين في مجموعة ضمت إلى جانبهم منتخبات نيبال وطاجكستان بعد تحقيقه انتصارين وأربعة تعادلات وفي النهائيات جمعت القرعة المنتخب الوطني ضمن مجموعة قوية تضم إيران والعراق وفيتنام حيث يبدأ مشاركته الأولى اليوم أمام إيران في مباراة صعبة وهو ما يمثل إنجازا مهما للمنتخب وبذكر الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني بالتأهل لأول مرة إلى النهائيات لا يمكن أن نغفل رحلة المعاناة التي جابهاها وهو ينتقل من بلد لآخر نتيجة الحرب التي تسببت بإغلاق المطارات وصعوبة التنقل حيث لم تتح له الفرصة لإقامة معسكرات في الداخل مضطره للتوجه نحو ماليزيا لإقامة معسكره هناك وتعود الذاكرة بالجماهير اليمنية إلى عام 2002 في الإمارات حيث تمكن المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عاماً من احتلال المركز الثاني في بطولة أمام آسيا 2002 حيث تمنى الجماهير اليمنية نفسها بتكرار ذات الإنجاز الذي أهل المنتخب وقتها للوصول إلى كأس العالم 2003 في فنلندا